سيد يوسف أسألك كيف تابعت القمة من أيامها الأولى ونحن اليوم نشرف على ختامها مساء الخير لك والضيوف لا شك أن القمة كانت مبهرة من حيث التنظيم والكلمات والنجاح الذي خلصت إلي هذه القمة لا شك بأن الكل كان يدرك تماما أن المملكة العربية السعودية ستكون ناجحة في رئاستها لمجموعة العشرين ونحن تابعنا بتماع كلمة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز والرؤية الواضحة التي تحدث بها لمستقبل مجموعة العشرين ولمستقبل المنطقة وهو قدم شرحا واضحا لا بل قدم خريطة تغريق للمرحلة المقبلة خصوصا وأن جلالة الملك قارب كل المشاكل التي يعاني منها العالم وخصوصا منطقتنا عندما تحدث عن جائحة كورونا والاهتمام بالتخلص من هذا الوباء والموضوع الاقتصادي الموضوع البيئي كل هذه الأمور الحديث عن دعم الدول الفقيرة والدول النائية كل هذه الأمور فعلا بعثت بالاطمئنان إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة أفضل ليس فقط لشعوب دول مجموعة العشرين بل أعتقد لشعوب المنطقة ككل وخصوصا للدول الفقيرة التي تعاني من أزمات وكوارث اجتماعية واقتصادية وبالتالي نعم نحن نشهد رسم لمسار جديد على مستوى العالم ككل وهذا طبعا كرسه كلام جلالة الملك ثم أكد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كما كان لافتا الكلمات التي جاءت لرؤساء وقادة الدول التي تحدثت عن مرحلة مصيرية تترأس فيها المملكة العربية السعودية قمة العشرين وقدرة المملكة على النجاح في إدارة هذه المرحلة والوصول إلى النتائج المبتغات التي رسمتها مقررات القمة أو برنامج عملها وأنا أعتقد أن الترجمة العملية بإذن الله ستبدأ يعني بعد ربما أسابيع أو الأشهر الأولى من العام الماضي من العام المقبل الذي ربما نبدأ بإذن الله أن نشهد بعض الانفراجات الصحية والتي تنعكس طبعا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى دول هذه المنطقة ككل ترجمة نانسي قنقر